وسط أجواء إيمانية وروحانيات عالية أحيى نحو 25 ألف مصلي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك بمسجد الدولة الكبير بقلوب خاشعة وأذان مصغية لكتاب الله تعالى نتابع هذا التقرير حضورا كبيرا من جموع المتهجدين في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان فاق عددهم 20 ألف مصلي في مسجد الدولة الكبير إحياء لتلك الليلة المباركة والتماس لليلة القدر هي كل الأيام مباركة إن شاء الله لكن من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر تكون بالأيام الفردية فنحاول كثير ما نقدر أن نسعب هذه الأيام ونزيد من أجرنا إن شاء الله حبيت أن أجيب الأولاد معي في هذا اليوم على أساس أن أوريهم شنو فضل ليلة قدر عند المسلمين بالجمع الكبير هذا لأن صراحة الجمع هذا ما رح يشوفونه في أي مسجد في الكويت والمسجد الكبير هو قاعد يجيب أطياف المجتمع الكويتي منهم الوافدين والمواطنين ليلة 27 خصوصا في المسجد الكبير الناس تحرص خصوصا بتواجد المشايخ الكبار في هذه الليلة اللي هو فهد الكندري والشيخ بشاري العفاسي وأيضا الداعية الكبير اللي هو الشيخ أحمد القطان في المسجد الكبير بيكون لها طعمة تاني حيث تجمعوا المسلمين كلهم في نفس الوقت وألفة بين الناس ونتحرى للرسول اللي أنا عليه فنتمنى أنها تكون ليلة القدر وربنا يبلغنا كلنا إياها إن شاء الله رب العالمين الاجتهاد في العبادة والعمل الصالح في الوتر من العشر الأواخر من رمضان طلبا وتحريا لليلة القدر فضلا يلتمسه كافة المسلمين هذه الليلة فضيلة وهي يعني من المرجح أن تكون ليلة 27 وممكننا ما نجزم لأنها من الليالي المرجون أن تكون فيها ليلة القدر خير من ألف شهر فنحن نحتسب إن شاء الله أن نجتهد فيها الليلة وغير من الليالي أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلنا يا رب ليلة القدر مذكورة بالقرآن يعني هي عن ألف شهر ليلة القدر إذا حسبت لك تنك قايم 83 سنة فهوائد شي زين يعني وإن شاء الله الله يرزقنا إياها كلنا كل إنسان هو أمنيت أن يحظى في ليلة القدر ويحسب الأجر عند رب العالمين اللهم أبلغنا فضلها وقيامها حسن بن غيام تلفزيو عن دولة الكويت